ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله تبارك وتعالى إلى عموم الثقلين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيرًا خير من صام وصلّى صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقاكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رغيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديداً يُسلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُضِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا معاش المؤمنين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الحمد لله على نعمة التوحيد وكفى بها من نعمة الأمد لله على نعمة اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بها من نعمة معاش المؤمنين يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وإنك لعلى خلق عظيم قال الإمام القزويني أن حسن الخلق سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال وقد يكون ذلك في ذات الله جل وعلا وقد يكون فيما بين العباد أي فيما بين الناس ثم قال الإمام أما ما يتعلق بذات الله عز وجل فهو أن يكون العبد منشرح الصدر بأطعال الله عز وجل ولواهي يفعل ما فرض عليه طيبا نفس به صلسا نحوه ويحرم أو ينتهي عما حرم عليه ويرغب في نوع في الخير ويترك كثيرا من المباح لوجهه تبارك وتعالى لذلك قال الله سبحانه وتعالى في أولئك الأخيار وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة وإذا خاطوا هم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجلا وقياما والذين يقول لرب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما معاش المؤمنين فحسن الخلق في ديننا له منزلة عالية ومكانته رفيعة ولذا دال إسلام المسلمين إلى التألي بها وتنميتها في نفوسهم فحسن الخلق تدعو إليها الفطر السليم ولذا الحكماء والعلماء والفلسفيون يجمعون على أن الصدق والكرم والشجاعة والوفاء بالأهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخلاق فاضلة يستعق صاحبها التكريم والثناء وأن الكذبة والغشة والغدرة والخيانة والبخل وغير ذلك أخلاق سيئة يذمر صاحبها معاش المؤمنين فالصحابة ربوان الله عليهم والتابعين وأتباع التابعين أفضل من دعا قومهم بأخلاق فاضلة أفضل من دعا قومهم بأخلاقهم الحسنة ولذا عندما سئل إمام الشعبي عن حسن الخلق قال البذلة والعطية والبشر الحسن ثم سئل علي بن أبي طالب فقال أن حسن الخلق اجتناب المحارب وطلب الحلال والتوسعة على الإيال قيل لعبد الله بن المبارك اجمع لنا أو أجمع لنا حسن الخلق في كلمة واحدة ثم قال الإمام اترك الغضب لا تصحب من سعى خلقه فإنه هو الذي لا يملك نفسه عند الغضب وقال إمام الحسن البصري حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف العذى ثم طلاقة الوجه مع أشف المؤمنين أن أفضل من تحلى بصفات حميدة من تحلى بصفات جميلة من تحلى بصفات جليلة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم كان يتواضع للصغير ويغرس في قلبه عقيدة إسلامية سليمة انظروا عندما قال لابن عباس في حديث الذي أخذه البخاري يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بالشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله لك الحديث ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة وكذل الغير وهذا أيضا روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن عرابيا بال في المسجد فزجره الناس يعني فثار إليه الناس ليقعوا به ثم قال صلى الله عليه وسلم دعوه وأهرقوا من بوله أو في بوله ذنوبا مما إن أو سجلا أو سجلا مما إن فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين وانظروا إلى الرأفة والرحمة لرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم الحياء وهذا أيضا روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد للخدري أن رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه في قلبه فإذا رأى شيئا عرفناه يكرهه في وجهه ما عشى المؤمنين من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم الصبر وانظروا إنما جاء طفيل بن عنصر الدوسي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الدوس هلكت قالت ما قالت قالت فيك شيء كذا وكذا وكذا فسكته ليعة صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم رذروا إلى الصبر ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم معاشر المؤمنين كان صلى الله عليه وسلم يوسي بالجار ويحسن على إكرامه يعني يحسن على حسن جيران قال لأبي ذرني الإغفاري يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف معاشر المؤمنين من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم البذلة والعطاء لا يرد سائلا ولا محتاجا قال حكيم بن حزام سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم كان رقيق بأولاده وأحفاده مكرم لهم كان إذا رأى فاطمة يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عليها ويدلسها في مكان الذي يدلس رول البخاري أيضا في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت ابنته فاطمة تمشي كأنما شيتها مش النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت فقال مرحبا مرحبا بابنتي فأجلسها عن يمينه أو عن يساره ثم أسر إليها حديثا فبكت ثم قال لها لم تبكين فأسر إليها حديثا فضحكت فقالت عائشة رضي الله عنها أقبريني يا فاطمة فقالت فاطمة والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالت لها وذروا عندما قبض صلى الله عليه وسلم ثم جاءت عائشة مرة ثانية فصعلتها فقالت قال صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة أو في كل سنة مرة وإنما عارضني في هذا العام مرتين ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا أرى إلا حضر أجلي وإنك يا فاطمة أول أهل بيت لحاقا به فبكيت ثم أسر إليها حديثا مرة ثانية فقال لها أما ترضين يا فاطمة أن تكون سيدة نساء أهل الجنة فبكيت لذلك إخوتي في الله من حسن خلقه القرآن كما سئل عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن معاشر المؤمنين أقولوا ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم استغفق الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معاشر المؤمنين أن حسن الخلق من أسباب دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم أو سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله حسن الخلق ثم سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج إخوتي في الله الأخلاق الفاضلة من أسباب محبة الله أز وجل لعباده الأخلاق الفاضلة من أسباب خير أعمال العباد الأخلاق الفاضلة معاشر المؤمنين تزيد في العمر وتؤمر الديار الأخلاق الفاضلة من أو من أسباب تكميل إيمان المؤمن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا أخلاق الفاضلة من أجل لعباده 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 وإنك لا على خلق عظيم بحلالة تت Peregr Zeodrome من أجل لعباده من أجلال لعباده إيمان المؤمنان ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر